صحيح كان طبق عالمي ولكن بنكهات مغربية كانوا عاملين طاجين حلوة على شكل الطاجن كسكس على شكل طاجن رائع وكان فيه نكهات المغرب وكان فيه جمال روحهم فأنا دائما شهادتي مجروحة في الشخص المغربيين لأنه الصراحة الحرفية اللي وصلوا لها حرفية جدا عالمية الصراحة أم صحبتي البست فرينت حقتي من طنجة من المغرب فكانت دائما تسوي الفاستيلة بس شكلها شكل السمبوسك ودائما أنك تستخدم هذه الوصفة لأنه مين ما يحب فاستيلة يعني فاستيلة اللي بالدجاج وفوقها السكر كده والسينمن تاكليها ومن كدر ما هي لذيذة تاكليها كذا حبة وما تحسي وأحس كمان الكسكس والكبسة يتشابهوا في المضمون ويتشابهوا في لمة العيلة يعني صحيح هنا فيه كسكس وهنا فيه رز ولكن الإحساس اللي ينبع منها والتجمع اللي يصير عشانه يجمع كل الثقافات نفس الثقافات يوحد الثقافات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر